الآن نحن نقرأ كلام مرجع كبير من مراجع وفقهاء الشيعة على الله مقامهم على أنه يبدو في هذه الأيام أن هناك أيدي خفية تحاول زرع الفتن من طريق مثل هذه الخصومات واستغلالها لصالح قوى الشر التي تحاول تدمير المجتمعات فقد حدثني المتكلم والسيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه فقد حدثني بعض المبلغين ممن يقيم في الخارج أنه أرض عليه من قبل بعض المؤسسات غير الإسلامية أن أي شيء عندكم ضد المسلمين السنة فنحن مستعدون لأن نساعدكم عليه ماليان من يتكلم؟ جهة غير مسلمة؟ تتكلم مع من؟ مع مبلغ شيعي تقول له أنا أعرض عليك أن تخرج عيوب السنة وتتكلم عليهم بالشر وأنا مستعد لأن أعطيك أي مبلغ مالي تريد أكرر المتكلم هو مرجع كبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه قاله قاله هذا الشخص المبلغ فكان جوابي أن ذلك أمر يخصنا نحن الشيعة وهم سنة وكننا ماذا مسلمون ونحن في غنى عن دعم غيرنا لا نحتاج إليكم ونرفض تدخل غيرنا في شؤوننا أو ما يرجع إلى ذلك فاللازم هذا كلام السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه فاللازم الحذر من ذلك وسد الطريق أمام هذه الأياد ممن يحاول الصيد في الماء العكر وإفشال مشروعها الخطير بتجنب الخصومات غير المثمرة بل المذرة والله عز وجل هو الموفق والمعين والمسدد ترجمة نانسي قنقر